مرحبا بكم ونحن معكم في حديثنا عن أسماء الله الحسنى والمجموعة الرئيسية الأولى من الأسماء وهي أسماء السلطان وتحدثنا عنها ومحتواها من الحديث عن الله الملك ملك الملك الواحد الأحد ذو الجلال والإكرام وغيرها من أسماء السلطان والقرآن الكريم لما نتأمل يورينا ويعلمنا كيف أن نحول هذه المعاني إلى تفاعل بل إلى مبادرات يعني خذوا مثلا القرآن يخبرنا بقصة الرجل الصالح الذي جاء متكبدا المشاق من أقصى المدينة يسعى وينصح قومه باتباع المرسلين جاء وهو يعلم ما ينتظر ينتظر من هجوم بل من عذاب بل يمكن من قتل وكان دافع الوحيد هو الإيمان بالله الملك مالك الملك بربوبيته بوحدانيته بهيمنته وسلطانه على كل شيء سبحانه ماذا قال قال وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي خَلَقَنِي وَأَنْشَأْنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سَنَعُودْ جَمِيعًا إِلَيْهِ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَا كيف لماذا أتخذ أي إله آخر ما حد يستطيع ضرني ما حد يستطيع ينفعني غيره إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ما حد يستطيع ينقذني إذن هو السلطان لا سلطان غيره إيمان نبي أسماء الله الحسنى التي تدل على صفات السلطان وإيمان هذا الرجل الصالح جعل رسالته واضحة أمام عينيه وتضائلت أمامها كل المخاطر بما فيها التعذيب والقتل وإنهاء حياته من قبل قهمه من قصة الرجل الصالح ومن أمثاله ممكن أن نستخلص مهارات مهارات يسموها اليوم مهارات الإدراك العاطفي أو الذكاء العاطفي وفي مهارات مقبولة وفي مهارات لا يعني فيها شيء من الخيال لكننا اخترنا المهارات الفعالة ومنها مهارات ذكرها دانيل غولمن في نموذجه للذكاء العاطفي والذي يقسم مهارات الذكاء أو الإدراك العاطفي إلى مهارات شخصية ومهارات مجتمعية ومنها مهارات تعززها وتؤكد عليها صفات السلطان نخص منها مثلا مهارة الثقة بالنفس فمن يتميز بهذه المهارة وفق ما جاء بنموذج دانيل غولمن يمتلك السلوكيات اللي عنده هذه المهارة يمتلك السلوكيات أنه يقدم نفسه للناس بيقين وبثقة وبتميز وحضور وأنه يمكن التعبير عن وجهات نظر غير معلوفة يعني في بعض الناس بس يريد أن يجاري المجتمع ويا الله السلامة ويا الله لا يغير علينا والأمثال هذه وأمثالها بينما صاحب الفكر المختلف هو الذي يغير الدنيا يعني أحد يغير الدنيا بأفكار تقليدية لا طبعا سيأتي بفكر مختلف فالذي عنده الثقة بالنفس سيقدم أفكار غير المألوفة ويتكبد المشاق لفعل ما هو صواب في نظره أيضا أصحاب هذه المهارة يتميزون بالحزم والحسم واتخاذ قرارات سليمة حتى لو كان الوضع في علم القيادة يقول لك القائد الحقيقي الفعال هو الذي يستطيع أن يقود في أجواء الغموض أجواء عدم وضوح الرؤية إلى أين ستتجه الأمور زلازل سياسية في هذه الأجواء في ناس تختفي وفي ناس تقود فأصحاب الثقة بالنفس يقودوا أيضا هناك مهارة ثانية سيكتسبها من يؤمن بهذه الصفات وهي مهارة الأحقية بالثقة يعني أنا أستحق الثقة عندي ثقة بالنفس هذه المهارة الأولى وأنا أستحق الثقة إذن الثقة أثق بالناس ويثق بي وأيضا أثق بنفسي فتحدثنا عن الثقة بالنفس الآن نتحدث عن الأحقية بالثقة ينتج عنها ماذا؟ أن الذي عنده شعور أنه يستحق الثقة لما يتميز به من فكر وأخلاق وقيم والصدق في حرصه على تنمية أهله وقومه يتصرف وفق الأخلاق ويعتمد على أخلاقه في عرضها للناس فيعتمد الناس عليه لصدقه ومصداقيته وبناء عليها سيتبنى مواقف أخلاقية صعبة قد تؤدي إلى خسارة للمصالح لكن تذكروا واحفظوا هذا المبدأ المبادئ القيم أهم من المصالح فإذن الذي يستحق الثقة هو الذي يتبنى هذه المواقف الصعبة ما دامت هي مواقف أخلاقية حتى لو كانت غير مألوفة أو غير شعبية كما يقولون ومهارة ثالثة نكتسبها هي مهارة الالتزام الالتزام ويقصد بها أن من يتميز بها يرحب بتقديم تضحيات شخصية ما عنده مشكلة من أجل الأهداف الأكبر ويجد معنى يجد هدف في تحقيق الرسالة كبرى عنده فكر عنده مبادئ كبرى عنده مصالح أعظم من المصالح الشخصية مصالح أمة مصالح مجتمع مصالح إنسانية وبشرية كلها من أجل الإيمان الحقيقي وإرضاء السلطان ويسعى بجد لتحقيق هذه أهداف هذا جزء من الالتزامة الجدية في تحقيق الأهداف من الأشياء التي جاءت بنموذج دانيل غولمن نتعلم كل هذه المسائل والمثال الذي ذكرناه عن الرجل الصالح هو تطبيق لكل هذه المهارات انظروا جديته في تكبد المشاق انظروا ثقة عندما طالب قومه باتباع المرسلين فكر غير معلوف كانت فكرة ينكرها الناس فهو إذن لم يسبح مع التيار لم يطلب السلام لنفسه أولا بل خاطر بحياته من أجل تحقيق رسالته وتحدث بمنتهى الثقة ومنتهى اليقين ومنتهى الحضور الآن ارجعوا وقرؤوا هذه الآيات وتذكروا هذه المهارات كيف معرسها محمد علي كلاي رحمه الله بطل الملاكمة المشهور كان يفعل أيضا مثل ذلك لم يخجل يعني في مقابلات أنا رأيت عدة مقابلات ما يتكلم عن الملاكمة يتكلم عن الإسلام ويتكلم عن التوحيد لم يخجل من تقديم رسالة الدينة في حوارات الصحفية ويعني في المجلات والمقابلات والتلفزيون وكان يجادل جماعة الإعلام كله حرصا على الدفاع عن دينه وعرض دينه عنده هذا كان يتميز على فكرة بهذا كان يمكن أن يتسبب له هذا في خسارة شعبية وخسارة مكاسب المادية لكنه لم يعبأ بذلك لا تستحوا من دينكم